النقطتين التمرير الطولي لو جبنا أول فيديو معنا نقطة متعادل أول حالة معنا الفيديو الفيديو الأول الفيديو الأول اللي هو إزاي بقى هما الدفاع العالي دي أهم نقطة بص ثواني نرجع نرجع أستاذ سمير ارجع ارجع بص دي هجمة للفريق المنافس أهو بص البايرون ضغط عليهم فين أولا ده اسلوب الضغط العالي واحد اتنين تلاتة أربعة ودي المهاجم ضغط عالي في وسط زاني المنافس في وسط ملعبه شوف بقى انت ازاي تطلع وازاي تضربهم انت هتلعب آه في وسط ملعبك بس شوف لو لعبت واحدة بس في ظهرهم روحت انفراط بص كمل يلا أستاذ سمير اتلعبت في وسط الملعب اتلعبت تمرير طولي شكرا ده اللي أنا بتكلم عليه المساحات الموجودة في ظهر الدفاع طبعا هو المهاجم بس هي دي واحدة من أهم الطرق واهم مش مصدق نفسه اه يعني دي لازم بكرة تتلعب عليها هقول لحدك هدل حضرتك مثال معين اتلعب عليه وياريت الناس تفتكروا مباراة الاهلي والاتحاد أربعة سفر الأخيرة مصيماني عمل ايه ساب كابتن حسام حسن يضغط عليه في وسط ملعبه يضغط عليه كلهم قال لهم سبوهم تعالوا يضغطوا علينا وندي تمريرة واحدة لو جبنا الهدف الأول للاتحاد للنادي الاهلي في الاتحاد اللي هو طاهر محمد طاهر لعبها الكهرباء نفس الفكرة دي بالزبط اللي أنا بتكلم عليه ديت حاجة مهمة جدا جدا التمريرات آه سيبهم يجوا عندك هيدغطوا عليك بس في نفس الوقت أقعى تغلط أقعى تعمل ميس باس لأن هم زي ما جبنا برح ميس باس بجون لكن انت في نفس الوقت مهم ان انت تلعب على التمرير الطول في ظهر الدفاع دي اهم حاجة اهم حاجة السرعات بكر الحتة التمرير اهو نا عيدناها اكتر من مرة دي التمرير الطول اهو طيب تعالا بقى نبص على حالة تانية بالبيرو طبعا شاحنا مش معنا الحق فهنجيب الحالة بالبيرو تمام بص لضربة المرمى كان ضربة مرمى للمنافس بص أولا ضربة المرمى للمنافس بص البيرن ندفعهم بص دفاع عالي كلهم في وسط وبص الملعب تمام كمل كمل اهو جايبها لك من فوق بص الدفاع وقف في المسافة بتاعت البيرن 23 متر وبص المساحة اللي وراهم 26 متر اكتر من المساحة اللي هم موقفين فيها فده يبقى لك ان هم عندهم مساحات وراء اهو اتلابت راحت للمهاجم المهاجم حضرها للجناح اليمين عملها عرضية المساحة دي برضو عندهم في الارتداد الدفاعي او التغطية العكسية بتاعت البكات بيبقى عندهم بطء شوية في الارتداد فلما ترافعت المهاجم راح مسجلها فانت لازم بكرة تلعب على اللادغة دي انت لازم تلدغم اه هتدافع وهتلعب وانا قلت لحضراتك مثال مباراة الاهل والاتحاد اهي قدام حضراتكو اهو ده هجمة يعني او مش مرتدة ده المفروض هجمة منظمة اه يعني مباراة الاهل والاتحاد عملنا نفس الفكرة تعالوا وضغطوا علينا وروحنا رمين التمرير الطولي في ظهر الدفاع خلينا اقول لك مفاجأة برضو ان تجريس اونال في المباراة النصف النهائي الاولى متقدم على بالميرس بهدف مقابلة شيء حتى الان يعني اعتقد ده نهاية الشوت الاول ده شباب والله بداية الشوت التاني تجريس اونال متقدم على بالميرس حتى الان مفاجأة يا سيبي تعتر اه طبعا ياريت بطولة المفاجآت بإذن الله تمام نكمل نقاط الضعف للباية نفس الفكرة ادي تمرير طولي اتلعبت في المساحة ما بين الباك والمساك هم عندهم بيدغطوا على الرسك طريقة الضغط العالي ده اللي بيطبقها مثلا يورجون كلوب في ليفربول بيطبقها بيرام يونيخ بتدق برسك ايو ان انا بضغط ضغط عالي عايز افتك الكرة باكسا سرعة وفي نفس الوقت انا بلعب دفاع عالي عشان انا اعمل ضغط عالي فانت لو قدرت ان انت تطلع بوحدة وان هم ضغطين عليك بوحدة تعملها صح لو زي ما قلت لحدك هدف الالف الاتحاد الاول اللي هو طاهر محمد طاهر اخترق ولعبها الكهربا دي لو تنفزت بكرة بنفس الفكرة بغض النظر عن الاسماء احنا مش بنتكلم على اسماء بنتكلم على فكرة او اسلوب او تنفيذ لعب في الهجمة المرتدة ايو مهمة جدا يعني المسلماني برضو كان فكره كده هو ده اللي تقل في المحاضرة يعني تعالوا سبوهم يضغطوا علينا في الموبرات الالف الاتحاد وحنرمي واحدة لو تنفزت بكرة ايو اتفضل نيجي بعد كده لي الادبوس برضو ده نفس الكلام التمرير الطولي كل اللجوان اللي جاد فيهم اه بس بس هنا وقفين عاملين ريسكي بجدد هي دي افصايت بس دي بيتباين برضو ان هو الدفاع العالي اه بس هي ريسكي قوي اه بس هي برضو نفس خاصة بقى ده سول سول ده بقى اضعف من بواتنج يعني مواجهة نظري سول اقل من بواتنج في الدفاع لاتنين بطاق بس بواتنج نوعا ما احسن من سول شوية لكن ديفيد الابا برضو اه كرته حلوة وكل حاجة وعدد تمريراته رهيب ولكن عنده مشكلة برضو بسهولة في التمريرات الطولية نكمل السورة اللي بعدها برضو نفس الفكرة اتلعبت برضو ده وفنهايم الماتش اللي خلص اربعة واحد وفنهايم برضو راح ديفيد الابا وبواتنج وتلعبت من وراه والمهاجم راح سجل نفس الفكرة باهم نقطة هي تبدية الكرة اللي احنا عملناها بيرو اللي احنا قلناها المهاجم العيبها للجناح اليمين والمهاجم راح قطع على القريبة ومسجل ايو لازم تلدغهم بواحدة حاجة مهمة جدا ده مش معنى كده ان هم فريق قليل او ان احنا بنقلل منهم والله لكن هم ليهم بعض نقاط الضعف اللي احنا لازم نستغلها طبعا الصورة اللي بعد كده نفس الكلام برضو دايما بيبوا وقفين الخط اللي قدامنا ده ده وسط الملعب ده وسط الملعب اه مش التمنتاشر يعني ده تحس انه هو ده ده انه يرواقف وراه اه فاهم فده برضو نفس التمريرات الطولية فانت اه سيبهم ييجي عليك بس حاول تخلي بالك من قلة يعني دقة التمريرات الحاجة التانية التمرير الطولي نروح للحالة اللي بعدها ده طبعا المهاجم راح انفراد صغرة التانية بقى او نقطة الضعف التانية في الباير ميونيخ هي الضربات الروكنية او الضربات السابتة ايه جاء منهم اهداف كتير من ضربات ركنية يعني اول حالة هي معانت لعبت دي برضو حاجة مهم انه زي المبارات دي بتلعب زي ما بنقول البطولات دي بتلعب على التفاصيل الصغيرة على التفاصيل الصغيرة اللي هي الضربة السابتة الضربة الروكنية تقدر تقفل الماتش وتكسب بدربة سابتة دي دي النقطة المهمة جدا أن أنت ممكن بكرة تخلص برضو من خلال دربة روكنية. لو حفزنا جملة في اليومين دول من خلال دربة روكنية. نحن بننفذ الدربات روكنية مع المسلماني مستر بيتسو. يعني بالشكل الكويس. هذا هدف برضو تاني. اتعامل سكرينة على نوير من دربة روكنية. عشان ما يخلهوش يطلع. وبعدين اتلابت نفس الكلام جات منهم من دربة روكنية. إذن الصغراتين اللي من وجهة نظر اللي شايفهم في البايرد. آه بيدغطوا ضغط عالي وكل حاجة. لكن التمريرات الطولية في ضه الدفاع بتسبب لهم مشاكل. الحاجة الثانية الدربات روكنية. في نقطة أخيرة مهمة جدا. أنا شايف أن أول ربع ساعة أول عشرين ديئة بكرة. مهمة جدا. أهم حاجة في المطش. يا إما هتعليك قوي. وممكن تعمل المفاجأة. يا إما لقدر الله تنزلك. ليه؟ لازم تعدي. يعني إن شاء الله تعدي على خير. تحاول أن أنت في نفس الوقت تشيل الدغوط من عليك. تعمل تاريخ لنفسك. تعمل اسم. أنت بتلعب البايرن في نص النهائي. ما تحطش بقى زي ما قلت الحاجة في ليلة المباراة اللي فاتت. ما يبقاش في تنشن. ما يبقاش في ضغط عصبي. تلعب عادي تلعب لعبك. وفي نفس الوقت تحاول تقلل الأخطاء. وأن أنت تعمل لنفسك اسم وتاريخ. يفضل. أنت بتلعب. أنت ممكن توصل نهاية كاس العالم. دي عمرها ما حصلت في تاريخ النادي الأهلي. يعني تكيل لما تبقى اللعيبة دي. أو المدرب مثلا. وصلوا بالنادي الأهلي لنهائي كاس العالم للأندية. دي حاجة عمرها ما حصلت قبل كده. هتسطر تاريخ لإسمك. يعني هتشرف أسرتك. هتشرف أهلك. هتشرف النادي الأهلي. حاجة مهمة جدا. وفي نفس الوقت. أعتقد أن هي فرصة. يعني لأي لعب يتمنى يكون متواجد في مطش زي ده. أنه يجيب أكتر من المية في المية من مستوى. يجيب الميتين في المية. نظبوط. لحاجة مهمة جدا. لأن دي فرصة مش هتيجي تاني. إن شاء الله تتكرر مرة تانية. بإذن الله. إذا ما حصلتش بكرة تتكرر مرة تانية. بإذن الله.